في شباب كتير جدا وأطفال متعودين على أنهم يلعبوا الفيديو جيمز وهم لابسين سماعات وبيكون صوت الألعاب مرتفع جدا وفي دراسة للأسف حذرت من ده وقارت أنه ممكن ألعاب الفيديو تتسبب في فقدان السمع والإصابة بطانين الأذن بشكل نهائي بلا أو بلا رجع الدراسة قالت أنه مستويات الصوت اللي بتعرض لها الأشخاص أثناء ممارسة الألعاب الفيديو ستتجاوز الحدود الأمانة في الكثير من الأحيان وأصلا أعتقد أن قبل كده كان فيه دراسات يا شازلي بتحذر أصلا من السمعات صحيح وبشكل عام الناس اللي بتندمج في الألعاب الإلكترونية سواء بالسمعات أو من غير السمعات لها مخاطر كتيرة جدا على سلوكه بشكل عام دلوقتي خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن مخاطر الفيديو جيم من ضفنا دكتور شريف حتى أستاذ الصحة العامة اللي بنوارنا في الصباح الخير يا مصر صباح الخير عليك يا دكتور صباح خير يا شازلي صباح خير عليك يا صباح خير عليك إيه هي المخاطر اللي ممكن تحصل لأي شخص أنه يندمج شوية في الفيديو جيمز ويحط سمعات ويعلي الصوت على أعلى حاجة هقولك تسمح لي أن أنا أقول لك الأول نظر عامة على استخدام الفيديو جيمز على الأطفال والمراهقين هما ليه لما أفكروا في حاجة زي كده بيجيبوا حد صحة عامة صحة عامة لأن الصحة العامة تشمل الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية وأنا هقولك على حتة الأزن دي بس أقول النبزة بسيطة جدا عن التأثير على نفسية الطفل بتبقى عاملة إزاي والمراهقين أنت شايفت الأطفال دلوقتي بقى متعلقين إزاي وصل لدرجة الإدمان فأنا وأنا جاي في السكة عاد تفكر الطفل ده نفسيته بتبقى عاملة إزاي فلاقيت لها حروف عشان المواطنين يحفظها عشان الست في البيت تاخد بالها أن الطفل بتاعك لما بيبقى مستمر في القاعدة بيبقى عدواني عنيف عصبي الأسلوكو بيبقى عنيف جدا معهم في البيت بيبقى بيبقى بالمين بقى منطوي متوتر متوحد شوف أنا عملتها بحروف بحس تحفظها الطفل نفسه بيبقى عنده بعض السلوكيات اللي بتحتاج تعديل ده على المستوى النفسي والاجتماعي فيما يخص الجانب الألعاب الفيديو جيمز فيما يخص الناحية الجسدية الطفل بيصب بالتهمة والسمنة لأنه قاعد فترة طويلة جدا عدلاته بتصب الخمول لأنه قاعد فترات طويلة جدا ما بيحركش نفسه وبالتالي بيبقى عنده نوع من الخمول في العضلات ودمور في العضلات في بعض الأحيان لو طول الموضوع عشان أتطرق ليك وما تقودش عليك في موضوع السمع ده من أخطر الموضوعات اللي انتوا اهتميتوا بيها كواس أو انكم خدتوا بالكم منها طيما الطفل بيولد عشان يندمج بيحط في ودانه سماعات احنا عندنا حاجة بندرسها للطلبة في الكلية اسمها طب الصناعات الطب المهني فالناس اللي شغالين في المصانع وبتعرضوا لدوضاء عالية جدا بنعمل لهم إياه السمع عشان في حدود آمنة لمقياس الصوت علشان لو تخطاها بيحصل فقدان في العصب اللي بيوصل السمع من المخ إلى الأذن فبالتالي في حدود آمنة لده هذه الحدود الآمنة لها مقياس الصوت في حاجة اسمها تردد وفي حاجة اسمها قوة أو حاجة التردد بتاعه زي مثلا بمثال بسيط جدا لما تعمل رسم القلب بيطلع لك رسم قلب أو تعمل صورة بشعة تلفزيوني للقلب يعمل لك ضخ القلب قد إيه وحجم الشغل بتاعه الرانين الموناطيسي كمان من الحاجات اللي بتاعه والرانين والحاجات دي فإحنا بنقول إنه السمع بقى في حاجة بنقسها اسمها الضغط بتاع الصوت بيطلع بالديسبل وحدة قياس السمع بالديسبل عملوا حدود آمنة وأنا بكلمك دلوقتي تعدين نتكلم حدودنا ستين ستين ديسبل أطفالهم بيلعبوا بقى بنوصل إلى حد يقولك إيه بقى لو تلاتة وتمانين مسموح له بحدود عشرين ساعة في الأسبوع تلاتة وتمانين ديسبل طيب عالي الستة وتمانين عشر ساعات فقط في الأسبوع طيب عالي التمانية وتسعين ساعة واحدة فقط في الأسبوع طول ما أنت بتعلي الصوت العالي ده مش مسموح لك بأكتر من كده أفجأت بقى يا جمانة أنه الألعاب الفاير جيم اللي فيها الصوت العالي جدا ده بتوصل إلى 150 ديسبل تخيل هو قاعد بيحط في ودانه ال150 دي وبيندمج معها ومش بيحس بالوقت الصوت العالي جدا بيعيشه في الحالة بيدخاله في الفيديو جيم فبيقصر بشكل كبير جدا على الأذن بس دكتور مش فيه يعني حتى إحنا لما بنكون بنسمع أصوات عالية بشكل مبالغ فيه إحنا نفسنا بنحس أنهم متدايقين هو مش بيحس بالعكس بقى ده بحس أنه مبسوط كل ما بيحس الصوت العالي وصوت الضرب اللي بيتعمل ده ده بيعيشه في حالة جوة اللعبة نفسها بيحس أنه هو مندمج معاهم فبيحس أنه متدايق ما هو دي مشكلة بقى كويس أنك قلت لك كده هو لما بيحس أنه متدايق هيتطر يسيبها هو مش بيحس فبيندرك فالعصب السمع نفسه بيعتاد على كده فممكن العصب يضعف هو مشوخة باله يعني هو يبدأ الصوت اللي كان الصغير ده بيسمعه والهامس الصغير يسمعه بعد كده ده ما يسمعوش وبعد كده الأعلى شوية ما يسمعوش فالتدريج يبقى في الأول فيه طنين في الأزن وصفارة وبعدين السمع ينخفض وبعدين يروح خارج قبل ما يصل بقى لهذه الحالة إيه اللي خليه يعمل كده يعني هو ممكن يشغله ويفتح الصوت وعلى مستوى متوسط وبرضو هيدخل في المودو هايش الحالة كل حاجة إيه اللي خليه رفع الصوت بهذا الشكل اكتشفنا أنه هو كل ما عل الصوت كل ما دخل في اللعبة وخصوصا لو معاه أصدقاء بيلعبوا معاه فبيندمج في اللعبة قوي فبيبقى متخيل أنه هو كل ما بقى الصوت عالي كل ما بقت اللعبة البلدي كده بتسخن معاه وهو بيندمج معاه فمش بيحس ماهو أنا بقولك أنه هو مش حاسس هو مش حاسس زيك كده بصوت العالي المزعج ده هو بالنسبانه أنت عارف أنت ممكن الصوت ده وهو اللابس السماعة وانت قاعد وراه تنزعج من هذا الصوت اللي دخله للسماعة هو مش حاسس بيه وانت وراه سامعه ومنزعج منه هو مش حاسس بيه خالص فبالتالي هو الموضوع ودلوقتي اللي يزاد زيادة عن الحد لأن الألعاب اللي فيها عنف وفيها ضرب وفيها حاجات بقت عنيفة جدا وأثرت على سلوك الأطفال بشكل كبير خليته عنيد فلما مامتو تقول له ما تلعبش يعني تأبتر خليته عدواني لأنه هو اكتسب العدوانية من اللعبة يعني هو بقى نفسه هو في اللعبة بيتحدى وعدواني علشان يغلب يجي في الواقع يقصر ده على سلوكه كمان فمامتو تطلب منه الحاجة ما يسمعش فبالتالي على قد ما هذه الألعاب الإلكترونية والفيديوهات خلت عقول أطفالنا تطورت بشكل كبير جدا الطفل الصغير دولة تبسك الموبايل الحاجات التكنولوجي عالية جدا احنا كجيل ممكن منعرفهاش على قد ما هي قدت الفائدة دي على قد ما على الجانب الآخر خلته ممكن مش مركز في الدراسة في التحصيل عنده بقى مش قوي قاعد سرحان دايما في الكلاس مش مركز مع الميستر بيقوله إيه في البيت مش سامع كلام ماما قاعد بيوها بيذاكر نفسه يخلص عشان يقوم يلعب كل دي سلبيات حصلت دكتور الفيديو جيمز عمتا أو حتى الانلاين جيمينج مبقاش مقتصر على الأطفال كمان الكبار بيضعب وفعلا بيقضوا وقت كبير جدا عليه هل برضو عضويا أنا بكلم هنا عضويا وحسب الدراسة دي بيبقى نفس التأثير برضو بالتأكيد بس أقل من الأطفال لأنه هو نوعا ما خلينا نقوله أنه هو كبير وراشد وعاقل يقدر يعرف إمتى يبطل إمتى يقوم لو هو عنده حاجة شغلية لكن الطفل ممكن فعلا 14 ساعة ممكن يقعد لكن إحنا بنتكلم على حاجة عضوية لازم ممكن برضو تأثر بالعكس بقى ده عصب الرجل الكبير عرضة أكتر لأنه العصب واخد أضعف سنة عن الطفل الصغير يعني من قياس الحاجة ذكرته 83 ديسيبيل والكلام ده أعتقد أنه بالنسبة للبلغين أو للكبار هيكون أقل من كده ويكون مؤثر بشكل أجل بالضبط كده لأنه هو ممكن أقل من كده يأثر عليه كمال لأن العصب بقى له كتير شغال يعني فهو ممكن يتأثر بده بشكل كبير علشان كده أنا بنصح الأمهات يأخذ بالهم جدا من قصة الصوت العالي في الفيديو جيمز طيب هل الصوت العالي بقى من غير السماعات بيكون ليه تأثير برده أقل تأثير أقل تأثير طبعا أنت في السماعة أنت مخلي أنت حاجب كل الصوت الباقي عنه ومركز كمية الصوت الكبيرة دي كلها مركزة على العصب لوحدها ومحوطة الودان فطبعا لا من غير السماعات أقل بس للأسف الأطفال كله اللي بيستخدم اللاعب بيحط السماعات فيودانه عشان بينعزل تماما وهذا اللي بيعمل العزلة والتوحد وبيبقى فعلا متوحد ومنطوي يعني كل الأمهات بتشتكي أن أبنائنا عندهم انطواء وبنصحهم دايما بالنصائح اللي هي من فضلك خليه مارس رياضة من فضلك اختلط بأصدقائه لأنه كل الأمهات هتلاقي بتشتكي أنه هو ما بيحبش يخرج معنا خروجات العائلية ما بيحبش يندمج بيحبش يتكلم مع حد بقى منطوي ومش بيحب يخرج الخروجات العائلية ولا يخرج مع منطو ولا بابا هو عايز يوعد في البيت كده قدام الفيديو جيم وخلاص فده لأ أنا بقول لها من فضلك تغصيب عليه أنه هو يقوم ويخرج ويبعد أنا وأنا بسأل حضرتك عشان جمعنا كنتك بتتكلم بالنسبة للكبار كمان في بعض الشباب والناس الكبيرة متعودة أن هي في العربية تفتح صوت طبعا هذا يمكن بعيد شوي عن الموضوع بتاع الفقرة لكن نفس التأثير فكرة الناس تبقى عادة في العربية رفع الصوت على الآخر ففي حالة من آه وقف الإزاز ففي عزلة عن الطريق لا شايف ولا مركز ولا سامة ولا أي حاجة نفس الفكرة نفس الفكرة الأم تقدر تسيب أطفالها يمارسوا الانلاين جيمين أو الفيديو جيمز وفي نفس الوقت برضو طريقة التعامل تكون ازاي لو أنا ابني بمصر على لعب الفيديو جيمز أو الانلاين جيمين وأنا مش عارفة أسيطر عليه وخلاص دخلنا في مرحلة عند تصرف السليم ايه نمرة واحد لازم أرائب هو بيلعب ايه بالضبط في أمي بتنزل دلوقتي بتقدر ترائب نوع اللعبة اللي هو بيلعبها لازم أبعارف اللعبة اللي هو بيلعبها ايه وأشترك أشترك معاه حتى لو بالمعرفة أبعارف ومتابع عشان يعرف أن بابا وماما متابعين اللعبة اللي بيلعبها فيها ألعاب خطيرة جدا جدا بتودي إلى مشاكل وسلوكيات محارفة وإحنا مش حابين أنه هو يندلك في هذا الموضوع نمرة اتنين الألعاب الجماعية أفضل من هو بيعادل وحده يعني هو هو أصحابه فأنتي عارفة أنه صاحبه ده بابا فلان ومامتو فلانا ومش عارف بيلعبوا مع بعض فألعاب جماعية بتبقى أفضل بكتير نمرة الثلاثة نحط عدد ساعات معين لا هي مش مفتوحة حتى لو كانت أجازة لأ انت لك عدد ساعات معين في عدد ساعات بتلعب فيديو جيم وعدد ساعات بترسم وعدد ساعات بتكلم صحابك وعدد ساعات انت معانا في البيت من فضل مش صعب شوية ده دكتور ده لو طفل ممكن بالتعود ده لازم ده لازم بسواء بس لو مراهق يعني لو مراهق السن ده بيبقى صعب السيطر عليه لابد ان احنا نعمل كده لانه هو لو ما كانش كده هننخش في حتة بقى التوتر والقلق والاكتئاب عنده هيبقى متوحد وقلق ومتوتر وهتأثر على سلوكه بشكل كبير فلازم احنا علشان نقدر نخليه يبعد عن المرحلة دي ان احنا نشده لنا انت دلوقتي في اخناء ما بين الفيديو جيم وبينك فانت لازم تشده ناحيتك انت علشان الفيديو ما يخدوش طيب احنا دلوقتي اتكلمنا عن تأثير تأثير الصوت العالي على السمع من خلال الفيديو جيمز والسماعات اللي بيكون طبعا كل التركيز بتاع الصوت في ودن الشخص اللي بلعب بس وهذاك ذكرت ان ده بيكون ليه تأثيرات اخرى على الصحة العامة ثلاثة عين وثلاثة مين لو وصلنا بقى للمرحلة دي نعمل ايه الله لو وصلنا للمرحلة دي احنا هنوقف اللعب تعال نخدهم واحدة واحدة اه احنا دلوقتي لابد ان احنا هنقلم من عدد ساعات اللعب هنقننها انت مش مسموح لك انك انت تلعب الا عدد ساعات معين في اليوم بصوت واطي اكتر من الاول لابد انك تمارس نوع من الهواية انا مش عايز افرض عليه حاجة معينة لكن هو اللي يختار انا ممكن ارسم ممكن امشي ألعب رياضة ممكن اخرج قابل اصحابي في النادي اتماشى في النادي اعمل اي حاجة تانية ممكن اخرج مع اخواتي ممكن اعود في الصالة مع اخواتي نتكلم ممكن نخرج نروح عند قريبي اعمل اي حاجة تانية تشتت زهنه وتخرجه من الدايرة اللي احنا دخلنا فيها من اللي هي بتاعت انه يبقى متوتر وقلق ومنطول طيب وبعدين وبعدين الحتة بتاعت العند لازم ناخده بالراحة لانك لو انت تعاملت معها بالقسوة هيأند اكتر لو انت تعاملت معها بعنفة هيأند اكتر فهو زي ما قلنا خد العناد من اللعبة فكل انا ما هقلل من اندماجه مع اللعبة هنقلل من العناده شوية طيب يا حبيبي بالاخناع بقى دي تيجي ازاي ودي تيجي ازاي هو الكلام اللي بقوله ده يبدو خيالي يعني يبدو انه هو صعب التنفيذ بس هل حد حاول ولا لا اللي حاول هيلاقي انها بتجيب نتيجة ولو بنسبة بسيطة يعني نحاول بس نبدأ كده ونحاول ندي لنفسنا فرصة ان نجرب ما تقولش من الاول لا صنع ابني عنيد طيب وصلنا للويست كيس سيناريو زي ما بيقوله اسوأ الفروض وخلاص احنا دلوقتي في مواجهة بنا وهو عب يعند وانا مش عارف اتصرف واحنا خلاص مرحلة عند تصرف ازاي ما عنديش اي تصرف تاني اجيبه بيه هقولك اي لو طفل ممكن بس لو مراهق لو بفضل بحلت المراهق بالزبط مراهق صعب جدا بالزبط كده بيبقى العناد بتاعه بالزبط والسيطرة عليه ما بتبقاش زي طفل ما بتبقاش زي طفل طبعا طبعا ده محتاج نوع اخر مختلف وليت الاب بقى لو هو ليه سيطرة اكتر غالبا طبعا في البيت بتبقى الام هي المحتكة دايما بيه فهو بيعاند معاها كتير فالاب هنا لازم يتدخل ويبقى ليه دور وياخدوا معاه بقى يعني يبقى ناحية بابا شوية ينزل معاه يخرج معاه يحتويه اكتر يخرجوا في خروجة مع نفسهم يخرج ياخدوا يدخل السينما ياخدوا روح النادي يقعد معاه يحاول يقنعوا انه ده مش للدرجة انك انت تنطوي تماما ويبقى في عزلة لان اعرف كتير من الامهات بتشتكي بتقول ان بالبلد كده بابا شايل ايده بابا شايل ايده الموضوع سايبه خلاص بابا العكس بيقولنا انا عايز السيدهاي الفونية بيجيبها له ويسايبه لكن هنا لازم يلعب الجيمز اللي هو عايزها القسرة كلها بالاخ الكبير بالصغير بالام بالاب دي نقطة مهمة جدا دكتور حقيقة اشراك الاب في المرحلة دي دور الاب في الوقت ده بيكون مهم جدا لانه بالفعل خلاص بس فكرة الام هنا خلاص دورها بيقتصر على فكرة الحنان على التفاهم على الكلام لكن الاب بيكون هو ليه اكتر تأثير على الاولاد في الوقت المراقبة في سن المراقبة فلازم يكون موجود اسلوبنا يعني ايه فيه تحفيزي لو انت قللت من عدد ساعات القعد على الفيديو انا هجيب لك كذا لو انت عندك رحلة عايز تطلعها واشيق اطلعك رحلة مع كذا طب هنسافر بالمكان الفلاني في الصيف لو احنا التزامنا بعرض الساعات المعين يعني يبقى فيه حاجة تحفزوا بيها ان هو اشراكوا زي ما حضرتك قلت اشراكوا معاه لازم اشراكوا في مشاوير وحتى العادية اليومية كل حال اي مشوار عادي تعال معايا النادي تعال معايا خرجين هنعمل اي حاجة رايحين مشوار البنك رايح مشوار اي مكان لازم ياخده معاه قد ايه ده بيخلق شخصية مهزوزة الطفل اللي بيبقى يعد على طول بيلعب جيمز وفيه عزلة زي ما حضرتك ذكرت بيخلق شخصية مهزوزة شخص متوتر دايما ما اقدرش ياخد قرار منطوي مش بتاع اجتماعيات مش عايز يوعد مع الناس خايف كمان في بعض الناس بيكون عنده نظرة خوف شوية من المجتمع صح جدا وده مشكلتي في الاجيال اللي طلع يعني بيطلع لحد ما يبقى جيل اعدادي وسنة وكلية ومش عارف يدخل يكلم الدكتور بتاعه ومش عارف يتعامل مع زميله او الدفعات انا بتكلم بقى اللي وصل الكلية خلاص هو انا بيجي نقاس بسأله انت في جروب اتعامل عشان مثلا مذاكرة معينة انت بش معهم لي يقولك لا اصلا انا بحب مع نفسي كل الكلمة دي بعرف مباشرة بيقول لنا محب مع نفسي انه هو عنده المشكلة دي من وقت ما هو صغير وهو منطوي ومنعزل مش بيعامل الناس مش عايز اعمم الناس كلها كده لكن كتير جدا منه مخصوصا الولاد هم اللي عندهم المشكلة بتاعت العزلة والانطواء وبتخليه عنده رهبة من التعامل مع المجتمع رهبة اجتماعي اللي هو مش عارف اتعامل مع الناس لانه هو ما تعودش يتعامل مع الناس هو تعامل يتعود تعلم حطه بقى على الفيديو جيم هتلاقيه عفرية لكن مشكلة التعامل مع الناس بتبقى كبيرة جدا بالنسبانه طبعا نحن نشكر حضرتك شكرا جزيلا حضرتك شرفتنا ونورتنا دكتور شريف حتى أستاذ الصحة العامة ألف شكر لك فهم نعم محمد شكرا لحضرتك